بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء وعشان كده حذرنا صلى الله عليه وسلم ان احنا نجلس مع جليس ممكن يتحول الجليس ده الى جليس سوق يحرق قلوبنا ويحرق اخلاقنا وعشان كده دايما في حلقة الجليس بنفكر نفسنا وبنفكر قلوبنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير فحمل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد ريحا خبيثة هنا بقى النهاردة شوية الجليس بتاعنا ده هو نافخ كير بس كثير من الناس ممكن ما يلتفتوش إليه بس هو نافخ كير وجليس خبيث خبس ممكن كثير من الناس ما يلتفتوش إليه هو خبس لما الإنسان بيصيب قلبه هذا الخبس بيخليه للأسف ما يشوفش ربنا ويخليه يشوف نفسه الأفضل والأكثر تميزاً والأحسن من غيره والأحسن من كل اللي حواليه لحد ما يوصل أنه يحس زي ما بيقول المثل يارضي تهدي ما عليك يأدي فيتعامل مع اللي حواليه كأنهم صغيرين أوي وأصعب شيء لما الإحساس بالأفضلية والكبر يدخل قلب الإنسان من باب الدين في حالة أنا بسميها حالة النرجسية الدينية الكاملة معقولة ممكن حد يتنرجس بالدين آه آه فيه ممكن حد يتنرجس بالدين إبليس زمان حاول يتنرجس لما قال أنا خير منه لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى وقفه عند حده إنه هو مخلوق وعبد جليس النهاردة بقى محتاج بقى إن الواحد يقف عند حده جليس النهاردة هو الكليس الخبيث اللي فيه الإنسان بيشعر في تعامله مع الناس تعامله مع أخوه أخوه اللي هو بيتعامل معه من منطلق الدين يتعامل مع أخيه على إنه أفضل منه في الدين اللي احنا استرحنا على تسميته بالطبقية الدينية الجليس بتاعه النهاردة هو جليس الطبقية الدينية ما تتسرعش إفهمني واحدة واحدة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وده عنوان من عنوين الدين الكبرى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر فالكبر في التدين مفسدة للحياة ومفسدة للعلاقة مع الله لأن الله أصبح وتعالى أغنى الأغنية عن الشرك وما ينفعش حده هو بيعبد الله يعبد نفسه يعني ما ينفعش إن واحد يروح تطالع من عبادة الله يدخل في أفرائط من اتخذ إلهه هو هوا صعبنا بتاع الطبقية الدينية ده هو بيعبد هوا وعشان كده لما بنتكلم عن الطبقية الدينية بنتكلم عنها لأنها من أهم الآفات الخبيثة اللي صنعها وزرعها التدين الكم في المجتمعات واللي تعتبر من أهم بذور التطرف خليني بس أقول لكم بنقصد إيه بالطبقية الدينية إحنا عارفين التطبقية الاجتماعية التطبقية الاجتماعية إن في الناس يشوفوا نفسهم سادة وفي الناس يشوفوا نفسهم عبيد التطبقية الدينية في الناس يشوفوا إنهم بتوع ربنا وناس تانية مش بتوع ربنا الناس بيشوفوا نفسهم نحن أبناء الله أحباؤه وناس يشوفوا الناس تانيين الناس دولة حثالة الناس والناس دولة لا يستحقوا أن يكونوا عبيدا لله خليني ألفت نظركم أن نبدأ التدين الكمي يعمل هشاشة في المجتمع لما قسم المجتمع زي التقسيم اللي عملته الطبقية الاجتماعية عمل هو تقسيم أنا مش بيتكلم عن المصطلح قد ما بيتكلم عن الحالة عندما قسم المجتمع إلى مجتمع ملتزم ومجتمع مش ملتزم أو أشخاص ملتزمين وأشخاص مش ملتزمين وبقت الفكرة الإبليسية دي اللي يا فكرة ليه بقول فكرة إبليسية لأنه متاخدة من قول إبليس أنا خير من بقت سم بيسري في حياتنا كلها ليه بقول سم بيسري في حياتنا كلها لأنه ما سبش حتة في المجتمع إيه لو دخل فيها اللي يا فكرة إيه الطبقية الدينية فكرة إيه إن واحد مثلا يدخل السم ده البيوت في الزوجة مثلا تزود من عبادتها فتحسس جوزها إنه أقل منها في الدين وتحسسه أنا مش عارف أنا مستحملك إزاي وإنت كده مش ملتزم يا جماعة شوفوا لي حل أنا جوزي مش ملتزم يعني إيه مش ملتزم ما بيحفظ على السنن زي ما أنا بحافظ على السنن بس حضرتك مش ملاحظة حاجة أنت بتحفظ على السنن أنت مش لحظة إن جوزك ده إنه مفروض تدعميه ومفروض ما تبقاش فيه معايرة ومفروض إنه أي عبادة في الدنيا مكتوب عليها حتى لا تعلم شماله ومأنفقت يمينه يعني المفروض عبادتك دي تظهر في لطف أخلاك